إلى موضوع آخر وفي تصريح حصري لقناة النهار تحدث وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل حول ظروفه وملابسات وفاة والدته التي صدمت من عملية التفتيش التي نفدها 30 عنصرا من جهاز ديارات لشيقتهم العائلية رغم مرضها شكيب خليل قال إنهم لم يرحموا ضحفها وعزها وحتى سريرها قلبوه بعد ما غادرت يعني يمكن نص ساعة يعني رسلوا حوالي 30 شخص يدوروا في البيت عندي في كانت أمي يعني هناك مريت يعني ما نعرف واش كان يفتشوا هوا أخويا موجود عثمان كان موجود في هذا الوقت حتى فتشوا تحت أمي أنا صار ديارات ايوا ثلاثين واحد دخلوا على البيت وفتشوا كل بيت كانوا يقدروا يفتشوه من قبل يعني كنت موجود أنا هما تسنوا طلعت في الطائرة يعني حوالي عشرة عشرة ونص هما لاحظاش يعني دخلوا على البيت وكانت صدمة لدى الوالدة صارت يعني ما نحبش يعني نتكلم على هذه الأشياء هذي كانت شوية كانت مريضة وكانت يعني في الفرش في هذا كل وقت ما كانت قدرت تحرك أو شي حركوها وفتشوا تحت الفرش يعني وكانت صعبة كثير ترجمة نانسي قنقر